سلام المسيح مشاهدين الأحباء مشاهدي قناة الحياة كل سنة وإنتم طيبين ويساعدني النهاردة إن أنا أرحب بيكم في أول حلقات العام الجديد سنة 2020 حلقة النهاردة حتكون مسجلة لكن إحنا معاكم على صفحات التواصل الاجتماعي على صفحة برنامج المرأة المسلمة على الفيسبوك وعلى أرقام التليفونات اللي حتظهر على الشاشة أمامكم طوال البرنامج زي ما عودناكم حنتلقى اتصالاتكم وتلباط الصلاة في خلال إذاعة البرنامج كله حلقة النهاردة بقى بعنوان توقعات العام الجديد فحلقة النهاردة حنناقش تلات نقطة أسرار المستقبل وشغف الإنسان النقطة التانية وجهاً لوجه مع الله والنقطة التالتة توقعاتي للعام الجديد طيب خليني قبل ما يعني ندخل في النقطة الهامة في حلقة النهاردة أفكركم بحاجة بسيطة أوي أفكركم في الحلقة اللي فاتت آخر حلقة في السنة قدمتلكم فكرة بسيطة يعني ابتدينا الفكرة في الحلقة اللي فاتت وحنكملها في حلقة النهاردة قلنا إيه؟ قلنا إنه بين النهاية والبداية خطوتين الخطوة الأولى هي مراجعة والخطوة التانية هي قرار مسنود بالأمل والرجاء النهاردة بقى حنتكلم على القرار المسنود بالأمل والرجاء ده في الحلقة اللي فاتت بصينا للماضي عشان نتعلم وودعنا سنة مضت شهدنا فيها أحداث كثيرة شهدنا الأحداث إحنا بنفسنا أو إنتم بنفسكم وشهدنا عليها وأيضا قدمنا شهادة واضحة لمن هو الطريق والحق والحياة السيد الرب يسوع المسيح وكلمات الحق اللي كان عايزي وصلها لكم طول السنة في آخر كل سنة زي ما فيه وقت مراجعة وفيه وقت بنقف فيه قدام نفسنا وقدام ربنا فيه وقت بنتطلع فيه بقى للمستقبل وده بياخد أشكال كتيرة في حياة الناس ويعني النهاردة عايزة إن إحنا ببساطة نتكلم عن اللي بيمر في ذهننا اللي إحنا بنمر بيه مشاعرنا حاسسنا أحلمنا الرجاء اللي جوانا الخوف اللي جوانا الحاجات دي لازم يعني ناخد وقفة قدام ربنا عشان نشوف إحنا داخلين السنة الجديدة بإيه فيه أشكال كتيرة للنظر للمستقبل فيه ناس مثلاً ممكن يبقى شكل نظرها للمستقبل بالمنظر ده إنه مثلاً يبصوا للسنة اللي فاتت ويقولك يا ساتر دي كانت سنة كبيسة كتير قوي يقولنا الكلام ده وإحنا مش فاهمين ولكن تكملتها بقى ما تقولك يا ساتر دي كانت سنة كبيسة يقولك إيه ربنا يؤثر بقى على السنة اللي جاية ما يكونش يعني حاجة مؤلمة زي اللي فات بنركز على الألم اللي فات وننظر للمستقبل بخوف فيه ناس تقول أنا ما حسيتش السنة دي إزاي يعني عدد بسرعة كده يا دا العمر بيجري مثلاً لازم الواحد يهدى شوية السنة الجاية أو يهدي الجاري بتاعه السنة اللي جاي مش كده فيه ناس بتبص على إنه العمر راح فين السنة عدد بسرعة مش رساً محتفلين بالكريسماس كل الحاجات دي بنقولها وبنكررها وإحنا مش عارفين يعني يمكن لو وقفنا نفكر شوية حنسأل نفسنا طب أنا ليه السنة جريت مني طب أنا ركزت على الحاجات الحلوة اللي ربنا كان عايزني أركز عليها طب أنا ركزت على دعوة الله في حياتي طب أنا أخذت وقت علشان خاطر أقضي وقت مع عيلتي مع أولادي مع أصدقائي أصدقائي مع جراني مع الناس المحتاجيني للبناء مش للهزل ولكن للبناء لما هو لملكوت الله ولا لا أسئلة كتيرة بنسألها كأبناء الله أسئلة كتيرة ممكن نسألها كناس عايشين في الحياة عارفين إن في حاجة أسمى وأعلى بس إحنا لسا مش تقينها كيه وفي ناس تنظر للقادم بيعني خوف واضح لأنه اللي مروا بيه كان ألم واضح وألم كبير وخسارات كتيرة واختيارات غلط فممكن تقول إيه في حد ممكن يقول كده يعني يا ترى الزمن اللي جاي مخبلنا إيه يا ترى الله مخبلنا إيه في ناس تبص للقادم بأمل وناس تنظر بحذر وخوف لكن المشهد العام إن معظم الناس بيبصوا للمستقبل يعني عايزين يشوفوا المستقبل مخبي إيه ما بين النهاية والبداية توقعات في خوف في ترقب في أمل في يعني تبقى منتاش متأكد يعني اللي جاي ده حيجيب لك إيه كل ده موجود بس الكل عايز يعرف بكرة شايل إيه دي العمل المشترك وحش حلو توقعاتك إيه بقى أنت عايز تعرف بكرة شايل إيه أسرار المستقبل تثير شغف الإنسان وخوف دايما عندنا بيقولوا كده بالانجليزي obsession بنبقى يعني إيه عايزين حاجة لازمة كده احنا بنفكر فيها دايما يا ترى بكرة إيه يا ترى اللي جاي إيه علشان كده بتلاقي أنه في برامج كتيرة على التلفزيونات والجرايد وكده يجوا في أول السنة وآخر السنة يعملوا بقى إيه توقعات السنة الجديدة فاستضيفوا منجمين وقراء طالع واللي بيسموا أنفسهم يعني إيه علماء فلك العالم الفلكي الفلان الفلاني والعالمة الفلكية فلان الفلانية وتبقى بقى يعني برنامج يقعد ساعتين بيتكلموا على مصارات الكواكب اللي تعامدتها مع الأبراج مش عارفة عملت إيه وهتأثر على برج الحمل إزاي وهتأثر على برج العزراء إزاي والعزراء والحمل لو تجوزوا يعملوا إيه ويقولك ده برج ناري وده برج هوائي وده برج مائي ومن كل ده يستخرجوا بقى إيه الاستطلاع لما سيحدث في العالم يقولك لما يتقابلوا الأبراج دي ويتعامدوا مع هذا الكوكب يحصل إيه ويفضلوا يقدموا توقعات عن مستقبل الناس والبلاد والحكام ويقولك فيه كوارث هتحصل وفيه سنة مفيهاش كوارث بتحصل السنة دي فيه رؤساء حيموتوا وفيه سنة مفيهاش رؤساء بيموتوا في العالم كله يعني يعني إيه والحاجات الأخيرة بقى هتحصل ثورات طيب ما إحنا عارفين إنها هتحصل ثورات ما هو يعني القراءة العامة بتقول كده في النهاية كلها حاجات يعني متوقع إنها هتحصل كل سنة عايزة أشارك معاكم حاجة يعني مقال أريته لباحث في علم النفس إحنا شفنا يعني اللي أنا قلته قبل كده ده توقعاتنا إحنا وخفنا من المستقبل بيخلينا نبقى عايزين نعرف فنسمع للمصادر الغلط ليه؟ لأننا خايفين لأننا ما عندناش مركز للأمان في باحث علم نفس اسمه ديفيد روبك كتب مقال المقال ده يعني عجبني شوية لفت نظري لأنه أولا اسم المقال لماذا نصر على توقع ما في المستقبل ونحن في أغلب الأحيان نخطئ التوقعات هو بيكلم علينا عموما يعني الإنسان العادي اللي بيحاول أن يتوقع إيه اللي هيحصل في المستقبل إذا كان من ناحية السياسية أو مثلا نتائج لشغله أو مثلا لو درست الدراسة دي فهيبقى عندي الدرجة الدراسية دي فيجيلي الشغل الفلاني غالبا الحاجات دي يعني حاجات طبيعية بس ممكن تخطئ كتير جدا بس إحنا توقعاتنا الشخصية دايما كده يجب نحاول نرسم لها خط سيرة عشان نأمن نفسنا بيقول كده إنه فيه بيقول فيه إنه معرفة القادم أو الاعتقاد إننا نعرفه مسألة مهمة جدا لاحتمال وجودنا يعني لإننا موجودين فلازم نعرف بكرة في إيه فعمل تجربة كده بيقول للناس اللي بيقروا المقال ده يعملوها معاه وأنا عايزكم تغمضوا عنيكم وتعملوا كده نفس الحكاية وتمشوا على الخطوات اللي هقول لكم عليها دي غمض عنيك وعنيكي وتخيلوا كده إنكم سايقين عربية على طريق مفتوح مثلاً خلينا نقول طريق صحراوي مفتوح ودوس بنزين في خيالك طبعاً أوعي تعمل كده على السك في خيالك دوس بنزين وامشي بسرعة جداً وإنت مغمض عنيك واعمل حسابك إنك مثلاً حتسوق وإنت مغمض عنيك لمسافة ربع ميل وبعدين نص ميل وبعدين ميل كل مرة وإنت مغمض عنيك والسرعة بتزيد وإنت سايق وما إنتش شايف قدامك هيحصل إيه؟ أول إحساس لك هيكون الخوف هنترعب لإننا ما إحناش شايفين قدامنا إيه؟ الإنسان عادي وإنت سايق وإنت سايق العربية أو حتى لو إنت ماشي على رجلك بنبص قدامنا ولما نبص قدامنا بنبقى شايفين حد جاي محود من وراء العمرة دي في حاجة طايرة هتخبطنا في وشنا في زلطة على الأرض هنشوفها بنبص على اللي قدامنا علشان خاطر نتفادى المشاكل والأغطاء اللي ممكن تحصل خفنا من اللي ما بنقدرش نسيطر عليه هو اللي بيسيطر علينا علشان إحنا عايزين نحمي نفسنا الإنسان يريد أن يسيطر ويبحث عن ما هو الثابت لكن النظر للمستقبل دايما فيه حاجات يعني فيه حاجة مشتركة لكل الناس اللي بصوا للمستقبل وحاولوا إنه هم يعملوا استنتاج للي هيحصل فيه حاجة نلقيتها عام المشترك لو خدنا مثلا أفلام حرب النجوم ستار وورز هتلاقي أنه المستقبل الأفلام دي كلها المفروض أنه القصص دي كلها حصلت في المستقبل هتلاقي أنها رؤية قاتمة فعلا للمستقبل لأن دايما فيه دمار للعالم كله فيحصل أنه الناس تبقى عايشة على المراكب الحربية دي ويبقوا عايشين في حرب دائمة دائما الدمار والخوف من الدمار هو العامل المشترك اللي فيه إحنا عايزين نبص للمستقبل ليه؟ خليني أقول لكم بقى بعد ما عملت الشرح ده إحنا قلنا كده ليه؟ إحنا عندنا شغف إن إحنا نعرف المستقبل لكن بصورة شخصية بقى إيه اللي خلاني أقدم لكم الفكرة دي النهاردة؟ كتير من الأحيان وأنا بقدم لكم موضوع بيكون الرب علمه لي أنا الأول في خبرة شخصية الحقيقة ده معظم الوقت وخليني أحكي لكم إزاي ربنا علمني فكرة النهاردة من يعني عدة أسابيع كده كان عندي سؤال بسأله للرب وطلبت مساعدته في أمر من الأمور اللي بمر بيها في حياتي وشعرت إن الرب بيوجهني بوضوح إني أسيب الأمر ده وما أتكلمش فيه حطي الأمر ده أمامي وسكوتي فيه سيبيه فلاقيت نفسي في حالة تسليم فعلا فيه أمور كتيرة يعني بتمر بحياتنا مثلا أنت مثلا راجل البيت أنت اللي بتطلع وبتشتغل وبتخرج وبتجيب الفلوس ومش عارف إيه ده دورك في الحياة فبتعمله وإلى جانب ذلك أنت عندك حياتك مع الرب وماشي بيها لكن يحصل إيه لو الرب قالك قعد هنا أنا اللي بدي لك الرزق هتعمل كده أحيانا ده بيبقى صعب علينا مش كده أو أنه الرب بيقولك ما تروحش المكان ده تاني أنا مش عايزك تروح تخدم في المكان ده تاني مثلا ثق فيه أنا برتب مكان تاني هتعمل كده ولا تقول ما الرب بيرتب الأول عشان الخدمة ما تتقطعش يعني دايما عندنا تعليلات وتبريرات لكن وأنا شايلة الحمل اللي كنت شايلة ورايحة ربنا سأله فيه افتكرت أنه أنا لازم ألتزم باللي قاله هو ولازم أصدق اللي قاله هو فكان قدامي حل من اتنين يا إما أنا أسمع لما الرب بيقولي هاتي أماني تعالي أعودي قدامي تعالوا إلي يا جميع المتعبين والسقيل الأحمال وأنا أرحكم حطي الحمل هنا يا أماني أقول له حاضر يا رب وحطيت الحمل الرب يقولي أنا هتكفل بالأمر أنا شايف كل أمورك أنا راعي كل احتياجاتك أنا الإجابة لكل أسئلتك حاضر يا رب لكن مع طعتي دي اكتشفت اكتشاف مهم جدا أول ما حطيت الحملة قدام ربنا جات لي فكرة طب هو أنا لو عملت كده مش يمكن بعد ما حطت حملي قدام ربنا تحصل مثلا حاجة يعني حاجة كده تيجي خبطاني من الجنب ولا حاجة يعني يمكن تحصل نتيجة سلبية قوي وأنا مقدرش مثلا عليها أو هتتعبني فاكتشفت إن إصدقتي في الله بيشبه رؤيتي من ذاكرتي القديمة عن توقعاتي من إله الإسلام في إله الإسلام علمني إنه لازم هيغضر بي في أي وقت إني لا أأمنه لأنه ممكن يغير رأيه في أي وقت لأنه ممكن يتركني في أي وقت هو ما كانش معي عشان يتركني هو بيقول بس لكن هو مش مع البشر أبدا هو منفصل وبعيد عني هو لا يراني في كل وقت كما الله القدوس بيقولي وبيوعدني وبيعيش معاي فإحساسي إن الله ممكن يغضر بي ده مش عن الله الحقيقي ده كان من مفهومي لإله الإسلام بقول لكل عبر وعبرة بيسمعوني النهاردة وكل حتى مسيحي عايش جوه الكنيسة وممكن يقول ويتلفز ألفاظ شربها من مجتمعه الإسلامي إلهنا لا يمكن يغضر بينا ولا يمكن يدي لك وعد ولا يحققه لأنه هو يعني منذ الأبد منذ الأزل وإلى الأبد لا يتغير لأنه إله محب وحنون وأب حقيقي مش أب أرضي ممكن نأذي أولاده في اللحظة دي قدمت توبة للرب وافتكرت إزاي ربنا حملني سنين الماضي كله وإداني وعود للمستقبل في صورة ياريت نحط الصورة بتاعت الخطوات اللي على الرمال افتكرت القصة الشهيرة جدا واحد بيقول إنه حلم حلم أو واحدة أنا مش عارفة واحد ولا واحدة بيقوله إنه هو حلم حلم إنه كان يعني طول حياته شاف كل حياته بتمر أمامه وكان شايف إنه فيه خطوات بشايف خطوات رجلية على الرمال لكن كان في اللحظات الصعبة جدا في حياته كان بيشوف أثار أقدام لشخص واحد بس فسأل الرب قال له يا رب في الوقت الصعب في حياتي أنا شايف أثار لقدم شخص واحد ليه كنت سايبني لوحدي فقال له يا ابني أنا ما كنتش سايبك لوحدك أنا كنت شايلك أنا اللي كنت شايلك بحملك وباحتياجاتك وبألمك أنا حملتك في وقت دي افتكرت إنه فعلا في أيام في حياتي كانت أصعب ما يكون لكن الرب كان معايا فيها كان دايما يوريني نهاية الطريق في قصة الحياة أنا ما كنتش حتى موضبة إن أنا أقولها لكم النهاردة لكن على قلبي إن أنا أحكيها لكم كان فيه وقت صعب جدا في حياتي في يوم من الأيام وقعدت أمام الرب وبكيت بكاء شديد لإني كنت حسى بوحدة شديدة وأزمة شديدة جدا الكلام الكلام ده كان تقريبا من يعني أكتر من خمستاشر سنة أو أكتر وقت فترة هروبي بالأولاد والأولاد كانوا صغيرين يمكن أكتر من خمستاشر سنة أعدت في ركن القوضة اللي أنا فيها بابكي قدام الرب وبقول له يا رب أنا تعبانة أو يرجلي وجعاني أو يا رب لكن أنا عارفة إن أنت معي شفت رؤية في الوقت ده الرب وراني طريق طويل جدا وصعب ومليان زلط لكن الحقيقة إنه كان طريق محاط بجمال غير عادي طبيعي غير عادي وفي آخر الطريق ده شفت وجه الرب يسوع منتظرني قمت وأنا يعني فرحانة وفي منتهى الأمل وسعيدة جدا بعد سنين طويلة كنت بمر بأزمة تانية في حياتي والرب أخدني في مكان وأنا ماشية كده في السكة رفعت راسي لقيت نفسي ماشية في نفس الطريق اللي ورهولي الرب يسوع وفي آخر الشمس من وره وعرفت إنه هو شمس الحياة اللي بيقول لي أنا كنت معاكي وهبقى معاكي وهفضل معاكي ربنا عايزي يديكم أنتوا في السنة دي اختبارات زي كده برده لأنه هو هو اللي كان معايا ومازال معاك وبصورة شخصية جدا بيتعامل معانا هو هو اللي كان قدام ومع تلاميزه يعمل المعجزات ويشيلهم ويعديهم ويوريهم ويعلمهم ما تغيرش هو نفسه الماشي معاك النهاردة واللي حميك النهاردة واللي شايلك النهاردة افتقرت أن الرب يسوع لما بيكون في السفينة وتعلى الأمواج زي ما حصل مع تلاميزه وده كان بيحصل في حياتي زي الوقت اللي حكيت لكو عليه وجوده معايا كان بيعلمني إن مكاني جنبه في السفينة لأنه هو بس اللي حيسكت البحر وينتهر الأمواج بس كان فيه شرط الشرط ده إن أنا كان لازم أعرفه كيس فيه قصة اتحكت كذا مرة ويعني عدد من القصص عن الرب يسوع والتلاميذ في السفينة وهو يا إما كان في السفينة يا إما كان جاي لهم ماشي على البحر يا إما كان ماشي ودعى بطرس يمشي معاه وهكذا هنلاقي إنه كان دائما هو اللي بيسكن الأمواج اللي يستطيع إنه يوقف كل غضب جاي ضدك كل شر جاي ضدك كل صورة هلاك جاية ضدك لأنه هو الحميق عايز أقرأ لكم من من إنجيل مرقص قصة من القصص دي المسيح كان مع التلاميذ وقال لهم عمل معجزة إشباع الجمهور وبعدين قال لهم تعالوا هنطلع ندخل السفينة وبيقول كده الكتاب وللوقت ألزم تلاميذه أن يدخلوا السفينة ويسبقوا إلى العبر إلى بيت سيد خلي بالكم من حتة يسبقوا إلى العبر دي لأنه قال لهم روحوا إسبقوني إلى بيت سيدة حتى يكون قد صرف الجمع لحد ما هو يمشي اللي معي وبعدما ودعهم مضى إلى الجبل ليصلي ولما صار المساء كانت السفينة في وسط البحر وهو على البر وحده ورقاهم معذبين في التجديف لأن الريح كانت ضدهم ونحو الهزيع الرابع من الليل أتاهم ماشيا على البحر وأراد أن يتجاوزهم فلما رقوا ماشيا على البحر زنوا خيالا فصرخوا خافوا لأن الجميع رقوا واتطربوا فللوقت قال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا المسيح بيقول لك النهار ده نفس الحكاية في وسط هيجان البحر والشر اللي حواريك أنا بقول لك المستقبل في إيدي ما تخافش من اللي جاي اللي جاي سلام أنا أسكت العواصف أنا أسكت البحر أنا أنقذك أنا أطلعك كده من غير ما يجرى لك أي حاجة وأنت تعلم وترى وتشاهد مجدي فصعد إليهم إلى السفينة فسكنت الريح فبهدوا وتعجبوا من أنفسهم جدا إلى الغاية لأنهم لم يفهموا بالأرغفة إذ كانت قلوبهم غليظة رب يعني الحقيقة الجزء ده من الكتاب والآية دي بالذات لأن قلوبهم كانت غليظة ساعات ربنا بيعلمنا حاجات كتير قوي على طول الطريق وإحنا نخدها كده يعني إيه كأننا مستحقين مثلا كل المعجزات اللي بيعملها في حياتنا مش لأننا نفهم قدرة وقوة هذا الإله اللي احنا بنتبعه النقطة أنه هل قلبك غليظ لأنك أنت مركز نفسك وأنه أنت فاكر أنك مستحق أو لأنه أنت فاكر أن الله موجود علشان يشبع احتياجاتك ولا لأنك لم تعلم من هو هذا الإله القدوس الرائع المحب العظيم اللي واقف جنبك وماشي جنبك ومادد إيدليك هل قلبك غليظ لأن في قلبك خطية ولم يكن وما كانش فيه توبة كاملة أعتقد أنه كان كتير من الموجودين من التلاميذ يقدروا يقولوا أنا عندي كان واحد أو اتنين من الأمور دي في حياتي أنا منبهر بالمعجزة ولكن مش منبهر بصاحب المعجزة فمعرفتش أشوفه فمعرفتش عرفه فلما عبروا جاءوا إلى أرض جنيسارت وأرس ولما خرجوا من السفينة للوقت عرفوا عارفين القاهة دي وقفتني يعني أنتوا عايشين مع المسيح ده كله شفتوه بيعمل المعجزات دي كلها لو عددتوا المعجزات اللي قبل القصة دي حتلاقوا أنه فيها كان معجزة من المعجزات برضو أنه المسيح أسكت البحر وكان معهم في السفينة كان فيه معجزات اتقررت نفسها هي هي لكن معرفهوش معرفهوش لأنهم ما قابلهوش بالطريقة الصحة لأنهم ما تبوهو ما تبوش وما أعطوش نفسهم فرصة ليعرفوا صاحب الكل صاحب المعجزة وبعدين الآية اللي بعد كده بقى بتقول إيه فطافوا جميع تلك الكورة المحيطة وابتدأوا يحملون المرضى على أسرة وحيث سمعوا أنه هناك وحيثما دخل إلى قرى أو مدن أو ضياع وضعوا المرضى في الأسواق وطلبوا إليه أن يلمسهم أو يلمسوا ولو هد بتوبوا بعد كده لما التلاميذ ما عرفوه حياتهم اتغيرت وابتدوا يشوفوا المعجزات بشكل مختلف وابتدوا يبقوا معينين والمعجزات اتدت تحصل جواهم زي ما قلت لكم الكلام ده كان بعد معجزة إشباع الجموع وبعد معجزة إسكات للبحر قبل كده الفرق بين إله الإسلام والرب يسوع فرق كبير جدا الرب يسوع المسيح هو اللي جه علشاننا هنا علشان يجول يصنع خيرا علشان يعطينا خلاص وحياة وفداء فأنا يعني الحقيقة لازم دايما أفتكر يا رب انت عايز تعلمني إيه عن شخصك وانت وانت كمان اسألوا الرب النهاردة يا رب انت عايز تعلمني إيه عن شخصك وتنظف إيه من ذهني ومن قلبي عن اللي وضعه فيي هذا الإله الشرير في نفس الوقت ده أنا كنت بصلي إن الرب يديني رسالة للعام الجديد وكل سنة الرب يديني اتجاه لرسالته في العام الجديد رسالته هذا العام شخصية جدا وهي انت وانا أمام الله بس بقى الطريقة اللي ربنا ادهالي قال لي يا ماني السنة دي أنا أقولهك وببساطة الله بيتكلم لنا بشكل واضح جدا من الكتاب بيتكلم في قلبك بيتكلم في فكرك بيتكلم في كل من خلال كل ماضيك فاللي يقولك انت متقدرش تسمع الصوت ربنا ما تصدقوش لأنه الله بيتقابل معانا بصورة شخصية والسنة دي ربنا عايز يتقابل مع كل واحد وحدة فيكم بصورة شخصية صورة اللي انت شايفاها قدامك دي دلوقتي رب بيقولك يا فاطمة ويا أمينة ويا أماني ويا يا يا مي ويا سارة ويا ميري يا كل ابنة من أبنائه رب بيقولك السنة دي بتاعتي أنا وانت عايزك تبصي في عناي عايزك تعرفي أنا مين عايزك تعرفي شخصي عايزك تعرفي نفسك وعايزك تعرفي إيه اللي أنا عايز أغيره فيك عايزك تمشي معايا رحلة هاخدك في رحلة عجيبة أنا والله انت والله انت والله كيف ننمو في معرفة حقيقية وقرب حقيقي لله قرب حقيقي من شخصه علشان كده يجب أننا نعرفه ونعرف أنفسنا أيضا إيه اللي انت تتوقعوا منه اللي تتوقعوا منه هيعتمد على معرفتك به علشان كده أنا هسألكوا النهاردة توقعاتكم إيه من الله إيه اللي تعرفوا عن هذا الإله كتير منكم لسه مبتديين الرحلة مع الله كتير منكم أنا لسه مصلية معاكم من يومين ثلاثة على تليفون ولا على الفيسبوك كتير منكم بقى لكم سنتين ثلاثة أو عشر سنين أو خمستاشر سنة أو زي كده تقريباً أربعين سنة ولقيت لسه جوايا في حاجات معرفهاش عنه أو حاجات بحطها عليه وهي مش منه كل يوم ربنا عايز يعلمك حاجة جديدة عن شخصه لكن ده يستدعي إنك أنت وإنت تجلسوا أمام الله وجهاً لوجه وجهاً لوجه مع الله شايفين الصورة دي؟ الصورة دي والصورة اللي قبلها اللي اتنين الحقيقة مهمين بالنسباني اللي قاعد عايز يتعلم من سيده اللي قاعد عايز يسمع وياخد شفا واللي قاعدة بكل اتضاع بتقوله يا رب أعلمني بصلي إنه ده يكون إنت وإنت خليني يصلي من أجلكم يا رب أنا عايز أقدم لك شكر على سنة عدت تعلمتنا فيها كتير يا رب بقدم لك شكر على سنة عدت رعيتنا فيها يا رب بقدم لك شكر على سنة عدت اخترت فيها ومشيت وره ومعه وجنب وأمهم كتير مننا علشان تقودنا في الطريق وتقودنا إليك وتقودنا إلي قلبك ربنا بسألك إنه النقطة دي بالذات مع الله وجهاً لوجها إنت اللي تتكلم فيها إنت اللي توضح فيها لأولادك وبناتك إنت مين إنت هو الأول والآخر إنت هو البداية والنهاية إنت الخالق الرازق المكمل الرحيم اللي بتصبر علينا بمحبة ولكنك إنت أيضاً القدوس إنت أيضاً يا رب اللي حتدين كل من لا يقف أمامك محتمياً بدم ابنك يسوع المسيح يا رب أنا بصلي اليوم إنك تفتح قلوب للسنة اللي جاية وإنك تفتح قولنا وإنك تغير المفاهيم اللي إحنا تربينا عليها حتى ولو كانت مفاهيم فاكرين إنها مسيحية أو كتابية وهي بعيدة عن الكتاب يا رب بنقولك ابني فينا اصنع اليوم فينا يا رب قلوب جديدة قلوب الحجر يا رب بنحطها أمامك وبنقولك أعطينا قلوب لحم تفهم وتشعر وتنتمي ليك وليك فقط يا رب العام الماضي يا رب إنت قلتنا قلتنا إنه ده كان عام صلاة وفعلاً يا رب احتاجنا نصلي احتاجنا نفهم احتاجنا نكون أمامك دائماً إحنا في هذا الاحتياج ولكن الصلاة تعد القلب فإحنا النهاردة بنقولك يا رب من أعددت قلوبهم اليوم أعدهم لإنهم يستقبلوا منك معرفة خاصة عن شخصك فنكون مع المسيح وجهاً لوجها من البداية الله أراد إننا نعرفه وجهاً لوجها لو حطيت كده يعني وجها الله شوف كده الآيات اللي بتطلع عن وجها الله أدم وحوى ومعرفة الله بصورة خاصة في البداية الكتاب بيتكلم عن إنه أدم وحوى كانوا بيتمشوا مع ربنا بيتكلموا مع ربنا بيتحوروا معاه بيتعلموا منه عايشين معاه فلك إنك وإنك تتخيلوا عظمة هذا الأمر وآدم وحوى بيتحوروا مع الله وجهاً لوجها أنا ساعات بيتخيل كده بقولوا رب يعني إزاي كانوا بيبصوا لك أكيد اللي ابتسامة والبهجة كانت يعني منورة وشهم إحنا شفنا لما كلمت موسى قد إيه وشه كان منور وكان علشان يعني يغطي وشه علشان الناس ماش قادرة تنظر إلى البهاء بهاء مجدك على وجهه فرب كان آدم وحوى كان شكلهم إيه أمامك يعني خليني أقولكم بعض الآيات اللي بتتكلم عن وجه الرب أول الآيات اللي شدتني كانت لما في سفر التكوين كده بيقول وسمع صوت الرب الإله ماشين في الجنة عند هبوب الريح النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة أول حاجة فصلت آدم وحوى عن إنهم يقفوا أمام وجه الله بدون خزي وبدون عار كانت الخطئية فصلتهم فالنهار ده بقول لك لو أنت عايز ترى وجه الله وعايز تقعد أمام الله وجهاً لوجه القعدة اللي بتقعدها أمامه دي يعني ساعات إحنا بنستسهلها صدقوني في فترة من فترات حياتي كنت بقول له رب أنا يعني عايزة أشعر بحضورك معايا فكان يوريني كده صورة وأنا قعدة رقع أمامه كأننا قاعدين على ترابيزة وهو موجود في جانب من الترابيزة وأنا موجودة في جانب من الترابيزة وقدامي بحطله كده كل الحاجات اللي أنا عايزة أكلمه فيها بيني وبينه وجهاً لوجه ممكن تسأل وتسألي ربنا النهاردة تحبي تقعدي أمامه وجهاً لوجه تحبي تشعري بوجوده الحقيقي الملموس لما يمد إيده عليك يقول لك بنتي أنا سامع ويضع إيده على رأسك فيبركك الله بيعمل كده معانا لكن كوني حضرة أمامه في هذا الوقت فيه صورة ترابيزة من الحجر معمولة موجودة في جامعة من الجامعات أعتقد الأمريكية وفيها المسيح قاعد على الترابيز العشاء الرباني المفروض يعني وحده كل المقاعد دي مفتوحة ليكم يعني بصوا شوية للصورة حط الصورة بس لوحدها أحياناً إحنا بننسى إنه المسيح موجود ومنتظرنا الله عايزك تعرفي النهار ده هو منتظرك تقدري تعودي أمامه تقدري تكلمي تقدري تشتكيله همك لكن توبي عن كل اللي بيمنعك إنك تقترب منه آيات كثيرة في الكتاب المقدس بتتكلم عن أنبياء أو ملوك أو ناس أبناء الله تدرعوا إلى وجه الرب أو هربوا من وجه الرب الأفضل إنك تكون في مكان تتدرع فيه لوجه الرب بدل من إنك تهرب من وجه الرب لأنه وجه الرب عايز يطل عليك ويشرق عليك هو بيشرق سمق هو بيقول كده أنا أشرق شمسي على الأبرار وعلى الأشرار الاتنين لكن هو قلبه للأبرار اللي عايز إنه يكون قريب منهم فيغير حياتك وحياتي إما إننا نهرب من وجه الله أو إننا نجلس معه لنعرفه السنة دي الرب عايزك تعرف قلبه ليك إيه خلينا نقوله نصلي مع بعضه نقوله يا رب علمنا الجلوس أمامك يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر يا رب النهاردة بنقولك وجهك يا رب نطلب زي ما قالك ابنك داود يا رب وجهك يا رب أطلب والكثيرين يا رب من من اختبروا نعمتك ومحبتك ورحمتك بنقولك يا رب وجهك نطلب يا رب لا نريد عام بلا رجاء محبتك فيه لا نريد عام بلا رجاء خلاصك فيه لينا واللي من حولنا يا رب بنرفع أمامك عائلتنا إن عائلتنا النهاردة تكون عائلات مرتبطة بيك مش بس أنا كأم أو أنت كأب لا أنت كمان تقود العيلة يا رب كلها إنها تكون عندها شركة خاصة معك علمنا أن نرى وجهك علمنا يا رب أن نفهم قلبك فنتغير في اسم يسوع المسيح علمنا إن إحنا نكون انعكاس ليك في كل ما نفعل علمنا أن تكون أنت مصدر السلام والأمان للمستقبل يا رب إحنا نضع المستقبل أمامك ونتركه لأننا نعلم أنك أنت مصدر كل أمان في حياتنا مرة تانية عايز أسألكم إيه توقعاتكم من الله إيه اللي أنت متوقع هل توقعاتك من الله إنه يعني يديلك كل احتياجاتك يعني توقعاتك من الله إنه يوفر لك كل احتياجاتك أو توقعاتك من الله إنه مش هيبصلك أو حيسيبك أو مثلا ساعات عايز أقولكو في ناس كتير قوي بتتوقع مثلا إنه ربنا مش هينزل ليهم بصفة خاصة أنا مين يا رب عشان تبصلي عارف مش أنت ولا أنت المقياس هو فعلا أنا وانت إحنا مين إحنا ولا حاجة فعلا لكن المقياس هي محبة الله اللي اختار إنك تكون ابنه ليس لصلاح فيك ولا فيه ولكن أنت متوقع إيه من الله حسب شخص الله دي يعني النقطة الأخيرة اللي حنقفل بيها نختتم بيها برنامجنا النهاردة ونتكلم فيها شوية مع بعض اللي أنا سمتها توقعاتي للعام الجديد أنا يعني وأنا معاكم السنة دي إحنا ماشيين رحلة السنة دي مع الله كل توقعاتنا من الله لازم تكون مبنية على شخصه واللي قالوا عن نفسه في حقائق كتابية على حساب شخصه وقدرته وليس استحقاقنا زي ما قلت لكم شوفوا الله بيقول كده في سفر أشعية بيقول اسم علي يا بايت يا عقوب وكل بقية إسرائيل المحملين علي من البطن المحمولين من الرحم وإلى الشيخوخة أنا هو وإلى الشايبة أنا أحمل قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجي الرب يسوع بتكلم عن نفسه بيقولك أنا شايلك الله من البداية شايلك من رحم أمك وهو شايلك ده ما بيتغيرش اسمعوني أنا قلبي ليكم كده اذكروا الأوليات منذ القديم لإني أنا الله وليس آخر الإله وليس مثلي داعا وليس مثلي داعا من المشرق بيقول كده رأي يقوم وأفعل كل مصراتي اللي بقوله هعمله أفعل كل مصراتي الله لا يسره إلا خير أولاده الله لا يحب إلا خير أولاده فصدق على حسب قدرة الله وعلى حسب محبة الله وعلى حسب شخص الله اللي هو البداية والنهاية الأول والآخر اللي هو كل شيء به كان وبغيرها لم يكن شيء مما كان اللي هو له القوة والقدرة كل ده هو عايز يحقق مصراته في حياتك ولكن يجب أن نستقيم أمامه يجب أنه نتوب أمامه يجب أن إحنا نكون جديين في الحياة معاه الله حيمشي معاك الرحلة لكن حيمشي معاك الرحلة وإنت رجليك على الطريق اللي هو عايزك تمشي فيه فيه صورة جميلة قوي لطفل ماشي والمسيح شايل شمسية جنبه ياريت تحطونا الصورة دي بينك وبين المسيح يا إما أنك تكون عارف أنه أنت ماشي جنبه كل الطريق وهو حميك وهو رعيك وهو بيقودك يا إما أنك تختار أنه يعني ما تقفش وتقول أيها رب أنا عارف أنك ماشي معايا وأنه السكة دي سكتك أنت ممكن تفتكر أن الطريق ده كله معمول عشانك لا هو الطريق مش كله معمول عشانك هو الطريق كله معمول لخطة الرب في حياتك من خلالك وللآخرين أيضا صدق أن الرب معاك ولكن عيش وعيشي حياة مستقيمة أمامه اوه وتلخبطه بين الآلهة لأنه للعالم هناك آلهة مزيفة كثيرة عايزة تشتتك وتبدتكم عن معرفتكم لله في إله المال في الشهوات في عبادة الأشخاص في الارتباط بكل ما هو نجس اللي بيبقى في الآخر إله بيقود حياتك لكن هناك إله قوي محب قدوس له القوة والقدرة إذا كان هو البداية والنهاية فهل تخاف أنت من المستقبل معاه إذا كان هو اللي بيقول أنا الرب حميك أنا معاك يعني هل الخوف من المستقبل ده ممكن يكون من الله ولا من الشيطان بالتأكيد هو من الشيطان عشان يشغلك بالحاجات اللي مش في قدرتك إنك تغيرها أحيانا بنقول للرب يعني كده لو نقول له يا رب أنا لو كنت لو كنت عارفة مثلا المستقبل أقوم أستعد للي هيحصل في حياتي يعني لو أنا عارفة مثلا أنا فلوسي هتخلص بسرعة كده كده كدت يعني حوشت ياريتك كدت تقول لي الكلام ده أحيانا ربنا عايز يشارك معاك اللي هيحصل في المستقبل وأحيانا لا بس رب عايزك تستشيره في كل حاجة إزاي نصق إن اللي شايلك في الماضي هيشيلك في المستقبل الرب يسوع المسيح بنفس وقال كده لذلك أقول لكم لا تهتموا لحياتكم بما تأكلون وبما تشربون ولا أجسادكم بما تلبسون أليست الحياة أفضل من الطعام والجسد أفضل من اللباس انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن وأبوكم السماوي يقطع أليستم أنتم بالحرية أفضل منها ومن منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة الرب يقول لك ما تهتمش أنت لا تقدر تطول ولا تأثر نفسك ولا تقدر تغني أو ما تغنيش نفسك ولكن أنا مسؤول عنك إلى تفصيل إنك هتاكل إيه وحتشرب إيه وحتلبس إيه ثق فيه وأنا أدي لك مش تبطل ما تشتغلش لا أشتغل ولكن اعمل ما يقول للرب في حياتك فأنا السناد يا رب بقول لك أنا عايزة أثق فيك في رزقي وفي أكلي وفي شربي وفي اعتمادي عليك يا رب في كل حاجة أقول له كده أقول له كده مش مهم أعرف أنا عندي قد إيه وجاية قد إيه لكن المهم أعرف إن أنا ماشية كل خطوة بأمانة أمامك مش مهم أقول لك طميني على القادم من الرزق لأنه أو يومي حيكتمل إزاي لكن سأنتظر يا رب إن كل يوم تعمل معايا معجزة كما وعدت لأنك صادق وأمين في وعودك مع أولادك كل وعودك حق يعني أحيانا بنقول طب يا رب فيه اضطهاد جامد علينا حكمل إزاي في وسط الاضطهاد رب اتكلمنا عن إننا حنكون في وسط الاضطهاد حكمل إزاي في وسط الاضطهاد شوف مزمور 118 افتكر كلام الرب وعوده عشان تقدر تعيش بيها كلمة الرب حياة وحقيقة داود بيقول كده قوتي وترنمي الرب قد صار لي خلاصا سوء الترنم وخلاص في خيام الصديقين يمين الرب صانعة ببأس يمين الرب مرتفعة يمين الرب صانعة ببأس لا أموت بل أحيا وأحدث بعمال الرب تأديبا قدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني افتحوا لي أبواب البر أدخل فيها وأحمد الرب هذا الباب للرب الصدقين يدخلون فيه أحمدك لأنك استجبت لي وصرت لي خلاصا مزمور واحد وتسعين يقول كده الساكن في الستر العلي في زل القبيع القدير يا بيت أقول للرب ملجأي وحسني إلهي فأتكل عليه لأنه ينجيك من فخ الصياد ومن الوباء الخطر بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتمي ترس ومجنون حقا لا تخشى من خوف الليل ولا من سهم يطير في النهار ولا من وباء يسلك في الدجة ولا من هلاك يفسد في الظهيرة الله لو كملت بس كلمات المعونة اللي ربنا بيديها لنا في الكتاب مش هتخاف من خوف ولا اضطهاد أمانة الله معانا إلى الأبد لأن الذي بدأ العمل الصالح فيكم يكمله ده وعد من وعود الله في الكتاب المقدس فلما تيجي الصعاب في السنة الجديدة لأنها حتيجي حتبقى عارف أن وعد الله بالحماية أبدي وثابت ولا يتغير يعني الكتاب في آيات عن سبات وعود الله في حياتنا في روميا بيقول كده فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح الذي به أيضا قد صار لنا الدخول بالإيمان إلى هذه النعمة التي نحن فيها مقيمون ونفتخر على رجاء مجد الله وليس ذلك فقط بل نفتخر أيضا في الدقات عالمين أن الضيق ينشئ صبرا والصبر تسكية والتسكية رجاء والرجاء لا يخزي الكلمة دي هي اللي أنا عايزة أقف عندها شوية النهار ده الرجاء لا يخزي في اللغة الإنجليزية يمكن تلاقوا الكلمة معناها أوضح شوية يعني إيه لا يخزي يعني 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 زي ما تقول كده ما يردكش فارغ ما يكسفكش ما يخيبش ظنك الكلمة في اللغة الإنجليزية hope does not disappoint الرجاء اللي هو فالله وبالله لا يمكن يخيب ظنك لأنه وعوده ثبتة ومش ممكن يأتي من محبة الله لأبنائه خيبة أمل وده اللي أنا كنت بفكر فيه في أول القصة كنت فاكرة إن الله ممكن يخيب أملي لكن ده مش حقيل إن أملي الواقع والكلمة اللي لازم نكمل بيها إن أملي هو المسيح وإياها مصنوبة أملي إني أقول يا رب أنا عايز عايز وعايز أعيش حياة معاك تمجد اسمك إلى النهاية إني أكمل العمل يا رب بأمانة أمامك تعرف تعرف لو دي صلاة قلبك النهاردة رجائك في محبة الله لا يمكن يخزيك لا يمكن لأنه في الآخر المجد لي الألم حييجي لكن الله اللي لا يتغير بيغيرنا فنشوف الألم بركة ونشوف شركة زي ما إحنا شركاء في الألم فنحن شركاء في المجد حسب وعده لكن إحنا مش هنكون شركاء في المجد إن لم يكن التغيير حقيقي فنعرفه وهو قادم في الهزيع الرابع لأننا منتظرينه مش خايفين منه أو مش خايفين من المجهول عندما تعرف الله عارفين لما الرب قال على داود إنه يعني رجل حسب قلبي عارفين ليه لأن داود كان بيقعد مع الرب لأن داود عرف حقيقة الرب فعشان كده لما كان بيغلط غلطات كبيرة كان يعمل إيه يروح يقول أنا أخطأت إلى الرب أنا أخطأت أمامك يا رب يروح رايح له مكفي أمامه يجلس أمامه بالأيام وبالساعات الرفيق الحقيقي في رحلات داود كلها كان الرب كان السيد فعرفوا وإحنا في الطريق النهاردة لو لو أنت في عز الاضطرابات والألم و وأنت عارف المسيح ومتعود تقعد قدامه مش هتخاف مش هتحس إنه القادم للمعونتك مجهول هتعرف إنه المسيح اللي قال لهم إيه من الأول تعالوا نعبر إلى الجانب الآخر يعني كان فيه وعد بالعبور والحماية لكن مفتكروش اوعى تنسوا وعود الله ليك وليك اوعى تنسوا إن الله عندما يعد ينفذ وعندما يأمر بشيء تغيير يحصل من المرعب إنك تواجه إله لا تعرفه تعرف لو ما تعرفش شخص المسيح اللي حيدين العالم اللي الكتاب بيقول عنه مخيف هو الوقوع بين يدي الله القدوس اللي قال عن نفسه ها أنا دا آتي سريعا دا جاي وحيدين العالم دا وعد منه اوعى ما تعرفوش قول له يا رب أنا عايز عرفك النهار دا قول له يا رب أنا عايز أتقابل معاك وإحنا وأنا متغطي بدم يسوع المسيح بغفرانك من خلال يسوع المسيح قول له رب أنا بقبلك النهار دا بقول لك غيرني فهمني علمني قدسني قويني فيك يا رب أنا مستعد للرحلة دي في توقع آخر أنا عايز أقوله لكم هو الحقيقة توقع مش مني ولكن هو وعد من الله الآية اللي بيقولك فيها لا تخف لأني معك قد أيتك لا تلتفت لإني إلهك قد أعنتك وعددتك بيمين بري توقعاتي لكم إن الله اللي قالها أنا معكم كل الأيام لا يترككم أبدا توقعاتي أن يؤدبنا ويمحصنا الرب توقعاتي أن يباركنا ويقومنا الرب توقعاتي أن يعدنا ويعدنا كنسل ملوكي كما وعد توقعاتي أن يسد كل احتياجاتكم واحتياجاتي واحتياجات عائلتنا الروحية والجسدية والنفسية توقعاتي أنه كلما اقتربنا منه كلما زدنا شبهاً به لو رسالة الله لنا هذا العام هي أن الله نفسه يريد علاقة شخصية جداً معاك فماذا سيكون ردك وردك النهاردة خلينا نعد لبنا بالتوبة عن الماضي ونرفض أي صورة أو توقعات ليست من شخص الله الحقيقي وننكر كل فكر لإله الإسلام الشرير ونعطي كل المجد والخضوع والمحبة والتوبة والاستقامة للرب يسوع ملك الملوك ورب الأرباب يا رب بنا نستقبل هذا العام الجديد معدين قلوبنا لأن نستقبل منك يا رب أصلي من أجل إخواتي السامعين والواقفين أمامك الآن كل في مكان يا رب وكل واحدة في مكانها أصلي سلا تكون شي متها التوبة أصلي سنة تكون فيها إعداد لحياتهم للقادم أصلي يا رب السنة دي أعداد من أولادك اللي أنت مختارهم يأتوا لمعرفة حقك وخلاصك وطريقك رب أنا بصلي أن السنة دي يكون في قوة عجيبة تغير أولادك وبناتك اليوم إلى جنود معدين لحرب هذا العدو الشرير اللي عايز يختطف أولادك اليوم ولكن النهاردة يا رب بنقولك ليس لنا ولكن لإسمك أعطي مجدا بنقول يا رب أنه هذا هو اليوم الذي أعده الرب فلنفرح ولنبتهج فيه ونعد قلوبنا لاستقبال سنة جديدة في رحلة جديدة معاك وحدك يسوع المسيح الله الظاهر في الجسد لكل المجد أمين